الآن عزائنا المشاهدين فننتقل إلى صوت المواطن يعاني سكان العديد من القرى والهجر بمنطقة عسير من غزو مصانع البلوك والخرسانة الجاهزة الذي بات يزداد يوما بعد يوم في ظل تعاون أمانة المنطقة بمنحهم مواقع لمعداتهم بالقرب من المساكن التي لا تبعد مئات الأمتار فقط وزحف الغبار والأتربة الذي أصبح يهدد حياتهم ويجعلهم عرضة للأمراض المزمنة والخطيرة نشاهد هذا التقرير ثم نعود مجمع مصانع البلوك والخرسانة الجاهزة على طريق بني مالك عسير بات هاجسا لأهالي المنطقة وزوارها وقوس حرب يرمي عليهم لباله بين الفينة والأخرى ليهدد حياتهم ويجعلهم عرضة للأمراض التنفسية والمزمنة الخطيرة في ظل عدم تجاوب لصوت المواطن الذي يصرخ بحرقة أن أنقذونا في الحقيقة أن وضع هذه المصانع في المكان الذي الآن فيه أمر في غاية الخطورة ويحدث أضرار كبيرة على المواطنين وعلى البيئة الزراعية وعلى جميع الممتلكات المتواجدة قرب المصانع هذه الحرب المميتة التي أشعلت فتيلها أمانة منطقة عسير بتمكين هذه المصانع هذا الموقع الذي يتوسط كل هذا التجمع السكاني في تجاوز صريح لمعارضة هيئة الأرصاد وحماية البيئة ونداء المواطن الخائف على صحته وسلامة أطفاله من قرب المصانع الذي بات يزداد يوما بعد يوم نعم فيه ضرر علينا كمواطنين سوى قريتنا أو القرى المجاورة سوى عدوان أو العطف أو القرى المجاورة فيه ناس يعانون من الرب والحساسية وأمراض مزمنة وهذه زادة تطين بلها الحقيقة فنناشد المسؤولين أن يزيدون هذا الضرر ولا بيرضون الشيء هذا وقد طرق أهالي القرى والهجر المجاورة لهذه المصانع أبواب المسؤول عنها الذي تخلى عن أمانته على حد قولهم وتركهم لقمة سائغة بين أنياب وجشع هذه المصانع التي لا تعترف إلا بالمال صديقا لها والبيئة والإنسان آخر حساباتها عبدالله العبيد الإخبارية أبها معنا في هذا الموضوع أحمد المعدي وهو موثل سكان قرى بني مالك مرحبا بك أستاذ أحمد مرحبا مساء الخير يا أختي مساء النور أستاذ أحمد نحن نبغى نبدأ معك ببداية القضية من أين بدأت؟ بداية القضية أختي الكريمة والصلاة والسلام على رسول الله بداية القضية هو في اختيار الموقع الموقع الحالي الآن الذي وضعت فيه هذه الكسرات والخلاطات لم يختار الموقع في أرض فضاء ولم يختار الموقع في أرض خالية من السكان إنما أختير في وجود البيوت والمنازل آهلة بسكانها من جميع الجهات ولم يراعى ذلك منذ الاختيار في وضعها في المكان الصحيح بعيدا عن المنازل حفاظا على البيئة حفاظا على السكان منذ متى؟ نعم منذ متى؟ والله من حوالي ما يقارب العشر السنوات ما هي الجهات التي تم التظلم لها حتى الآن؟ والله جميع الليدرات الحكومية ولكن هذا شيء أصبح واقع جد يعني شيء مفروض على الطبيعة ولكن الآن ندور ونبحث عن حلول سواء حلول بيئية سواء حلول طرق سواء حلول أي حل كان يهدف إلى صحة المواطن وإزالة الضرر على المواطن منطقة شمال أبهى هذه كلها كلها الآن أصبحت منطقها أكاد أن أقول أنها مبوئة بسبب هذه الخلاطات وهذه الكسارات الآن أصبحوا الناس يهجرون من بيوتهم يروحون يسكنوا في أبهى في الخميس في المناطق المجاورة بحثا عن الراحة وعن الهدوء ومعظمهم مصاب أمراض الربو والأشياء المزمنة بسبب ما يحاك لهم من هذه الكسارات نعم لك أستاذ أحمد إذا جئنا نتكلم عن دور الجهات لأنها هي التي تملك الحل كيف كانت تجاوبها عند عرضكم لقضيتكم؟ والله بالنسبة لأمانة منطقة عسير طرقنا عدة أبواب الإمارة الأمير جزاه الله خير سموه الأمير فيصل بالخالد حفظه الله وجه عدة لجان ووقفت على المواقع ولكن الآن لم تطبق الأشياء التي أكررتها اللجان لم تطبق الأشياء البيئة من قبل صحة البيئة هناك صحة البيئة أو الأرصاد هي المسؤولة الآن على أساس تنفيذ ما تم عن هذه اللجان أو تركيب فلاتر بعدم الإضرار بالمحيط السكاني لأنه لا يبعد سوى أقل أقرب منزل له لا يبعد سوى 250 متر نعم لك وشو الحلول اللي خرجوا فيها؟ لم تطبق الآن لم يوضعوا حلول تركيب فلاتر وأشياء ولم تطبق الآن ولكن ننتظر من الجهات المسؤولة ومن المقام السامي الكريم إرسال لجنة تشوف المواقع وتبحث عن موقع بديل الآن أصحاب الكسرات والخلطات ليس لهم ذنب الذنب من وضع الخلطات والكسرات في هذا المكان هو ذنبه وهي الأمانة نعم لكن هل هيئة الأرصاد وحماية البيئة كان لها رأي في هذا الموقع؟ والله أكيد عند الاختيار يعني؟ عند اختيار الموقع مثلا؟ نعم عند اختيار الموقع؟ لا ما كان لها رأي أبداً الأمانة هي من وضعتها في هذا المكان وبادرنا في وقتها على أساس أن نقول لهم المكان هذا لا يصلح لا صحي ولا بيئياً للمواطنين والقرى المجاورة وضعت بين القرى القرى محيطة فيها من جميع الأربع الجهات وترتب على ذلك أساساً وضع الكسرات هذه والخلطات هذه ترتب عليها الطرق الطرق الآن في شيء ضغط رهيب ضغط رهيب عند أوقات الذروة مع المدارس مع الموظفين يقتن المنطقة المجاورة هذه يزيد عن خمسين ألف نسمة ناهيك عن الإدارات الحكومية الموجودة في تلك المنطقة نعم فأصبح علينا ضرر كبير جداً وهائل فنطلب من المسؤولين في أمانة منطقة عسيل وفي إدارة مرور منطقة عسيل وفي إدارة النقل في منطقة عسيل بوضع حل جذري لهذا الموضوع لإنهاء المعاناة التي يعانونها شمال مدينة أبهى وقرى بني مالك شمال مدينة أبهى نعم نحن وصلنا إلى الختام شكراً جزيلاً لك أحمد آلم عدي ممثل سكان قرى بني مالك شكراً جزيلاً على وجودك معنا اليوم شكراً لك